من جديد وفي يوم استثنائي تفتح كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس باب التسجيل النهائي للطلبة الجدد ضمن محطة يتكامل فيها ما هو تنظيمي وبيداغوجي وفي سياق الإطار الجديد المتمثل في تطبيق إصلاح يتماشى والضبابة البيداغوجية الوطنية إصلاح أتى ليعزز التكوين ويفتح الآفاق الواسعة أمام الطلبة الجدد لتحقيق التمييز الأكاديمي والعلمي درنا درجة تسجيل قبل في السيت ودابا جينا درنا داز كل شي مزيان الحمد لله وهذا العام داروا قانون جديد اللي هو بزاف في بزاف يال الفيليا اختارت شعبة ديال كونتابلية في فرنس فيسكاليتي شعبة الجيسيان والحمد لله كل هذا داز كل شي مزيان يجينا التحقيقنا دابا بالجامعة باش نكملوا الوثائق ديالنا ونسجلوا وناخدوا بطاقة الطالب انطلق التسجيل وقد هيئت الكلية كل الموارد البشرية والتقنية اللازمة لإنجاح العملية في مختلف المسالك وتم تحديد جدول زمني مضبوط لمجريات التسجيل لمسالك العلوم الاقتصادية والتدبير مسالك القانون بالعربية والفرنسية والانطلاقة كانت موفقة ومؤطرة بشكل كبير هذه التسجيلات لهذه السنة التي تتزامن مع إصلاح جامعي جديد بحيث في كلية العلوم القانونية واقتصادية والاجتماعية اقترحنا 17 منشلك جديد في الاقتصاد والتدبير وكذلك في القانون العام والقانون الخاص فالطالب اليوم كله يختار المسلك وتخصص لي والمو هذه السنة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى أنها تتزامن مع بداية استطبيق الإصلاح الجامعي الجديد بما يتضمنه من رغبة في تطوير تكوين الجامعي وتنويع التكوينات حسب المسالك بما فيها مسلك للتمييز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بماكناس من أبرز المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة المولى إسماعيل تستقطب ما يناهز 26 ألف طالب وطالبة أبوابها ومدرجات هذا الموسم الجامعي الجديد تتهيأ لاستقبال رقم قياسي من الطلبة الجدد